نرجع تاني لكلامنا في الكرة تحديداً بوشتينيو المدير الفني لتوتنم بعد فوز مبارح مثير جداً بهدف دون مقابل على مانشستر سيتي الراجل بيقول أنه خايف من تأثر روح كرة القدم بتقنية الفيديو كان بيتكلم تحديداً قالك طبعاً حضرتكم اللي تابع المطش عارف أنه سيرجو أجويرو كان أضع ركلت جزاء واحتسبت ضد داني روز بسبب لمسة يد بعدما لجأ الحكم لتقنية الفيديو بوشتينيو قال فيه الكثير من العمل يجب القيام به فيما تخص تقنية الفيديو قال فيه كتير جداً من القرارات لا يعلم أحد ما إذا كان سيتم اللجوء فيها لتقنية الفيديو من عدمه قال ده هغير روح اللعبة وأنا أقلق للغاية بشأن الكافية اللي يطبق بها النظام في الموسم المقبل يا عم احمد ربنا يا عم إن انتم عندكمش حكم إضافي يا عم بيشوفوا الكرة قدامه ما ببقاش عارف ياخد قرار بوس إيدك وش وضهر ما بحبش الناس المتبترة دي طبعاً إحنا عندنا الناس الكرة بتخش جوه الجون ورجل شايفها قدام عين ولا قادر ياخد فيها قرار ولا بتاع واحد تاني قطع للتاني رجليف في منطقة الجزاء ويقوم ولا هو أخي باله وحكم قاني الساحة يبقى شايفه وعايز ياخد قراره ومش قادر وحكم المساعد عايز ياخد قراره ومش قادر ويجي الحكم الخامس يقول له يلعب ما فيهاش حاجة وكرة تانية كرة تبقى داخلة جوه الجون والعالم كله شايفها وانت عف بلاكونة بيكو شايفها جوه الجون وانو الحكم المفروض اللي هو وقف على الخط الحكم الاضافي مش شايفها وكرة تانية كرة يعني اغرب من الخيال يا راجل اهداف بتتحسب وتتليه عم صلى عالنبي عم بوتشتينيو عم بوس ايدي كمش شو ظهر انتو عندكو اا انتو عندكو كمان نتكلم في دوري للابطال يعني تقنية فار يا باشا